اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله معك يا الله محمود 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 كريبا با كريبا إلا ما يلتقال حل كريبا لجنة المبيعات و لجنة مشتريات تغيروا عندي السنة لا 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 تغيرهم لا ما عد فيك تحكي مع الأستاذ عادي أي أنا بخبرك دي وقته ماشي نقى بخبرك وببعث لكم كتاب رسي بي يا العين نحكي في يا راح طيب أي يعني المبلغ بده دراسي خلص تكره معينا مع السلام خير أبو محمود فيشي عفوا سيدي بدي يذكركم مشان القاضي أستاذ فياط شبو؟ سبق و قلتلكم انه قولي دعوة عنده دعوة شو؟ دعوة رفعة ضد البلدية مشان هدم بيتي سيدي إيه 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 تذكرت ذكرت أنت سبق و حكت لي هيك وشو اللي مطلوب مني أنا؟ بدي لو سمحت كتاب توصية من جنابك لأنه بكلمة صغيرة منه بتلحل قضيتي فوراً أبو محمود أنا بكتب لك رسالة ما بقى تصير بس شو بدي لك؟ متل ما بتعرف هذا قضاء وكل شي بيقدر تواصط فيه الإنسان إلا القضاء هو معك حق أستاذ يحيا بس أنا ما عم أطلب منكم تتواسطوا لي عنده أنا صاحب حق ويلي عم أطلبه منه هو إنه يسرح بفصل الدعوة وغير هيك ما بدي لأنه ورشة الهدم رايحة جايل عندي ومصر على الهدم مبارح سيدي مبارح بالذات كانوا رح يهدوا البيت فوق راسنا لو لا لطف الله شو الحكي؟ معقول؟ ايه والله يا سيدي؟ لا 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 هذا الكلام ما بنسكت عنه أبداً أنا بدي وجه لك كتاب توصية للأستاذ فياض وأكيد لما بيشوف اسمي ما رح يقصر معك أبداً كتر الله خيرك يا سيدي ويخلي لك ولادك يا حق أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض أخي العزيز جناب القاضي المحترم الأستاذ فياض نرجو منكم مساعدة حامل هذه الرسالة لأن أمره يهمنا كثيراً وقضيته عادلة واسلموا لأخيكم المخلة صحية معيونة بقى حطوا إيديكم وجريكم المي باردة وبإذن الله المسألة رح تنحل بها اليومين إجت ورشة الهدم اليوم؟ ما إجيت الطمني ولا رح تجي وينو محمود؟ ما بعرف ألف واحد وعده بشغل ويمكن راح يشوفه ها؟ إجا محمود مثال خير؟ أهلين بابا، مثال نور أهلين أمي، شو صار معا؟ لقيت شغل؟ لا والله، قال ما في شغل قبل اسبوعين تعبا بتاع، تعقره رسالي موسيقى موسيقى يا لحظة له، شو بات؟ خير شوفي؟ فضون الناس البتجة، بتريدوا؟ بتنا نهد تقولوا باكم يا شماعة، شو تهدوا؟ شو تشغل فوضى؟ ما في شي اسمه فوضى أنا معي أمر رسمي بالهد معالي خمس أخدام وخمس توقيع كمان ولك يا عم يفهم علي عم بحكي عربي نحن رافعين دعوة عالبندية يعني البلدية خصمي بقى شلون بتكون تهدوا لي البيت والقضية لسه ما انتهت فوتي جيبي اضمارت الدعوة يا أم حمود الله رضى عليك يفوتي أخيلات العيلة قلبي الله يرضى عليك بتكون تفضوا الغراض ولا نهد البيت فوق الغراض لك شو ما بتخاف الله انت اتفضل شوف بعينك هي اضمارت الدعوة اتفضل شوف شون توبون الجلسة يوم التانين حبيبي هذا الكلام ما بينصرف عندي إذا ما هديت باكل عقوبة مرتبة طيب وينك امهلني اليوم وبس وبعد هاليوم نحن بأمرك منيحيك شوف هلا الساعة تسعة وربع راح أعطيك مهلة لتنتين ونص وبداك تجيب لي أمر بتوقيف الهدم وأنا باخد عدتي ويا دار ما دخلك شر بس لا تنسى ان احنا عادين هون عم نستناك ماشي الحال كتر الله خيرك دعونا برات شاي بتقطع حلقنا نج تكرب عينك لا بدعين صباح بي أهلين بقدر شوف الأستاذ فيات مو هون بس أنا معي كتاب توصية منفق الأستاذ يحية ونازم وصله يا ضروري أخي إن شاء الله يكون معك كتاب من الوزير عمقلك الزلمة موهون طيب وين راح بطول لين رجاع سافر لين سافر سافر على ماليزيا بده يحضر مؤتمر الرحمة فوق القانون اللهم منك الصبر وعليك الاتكال وبعدين شي بدي يساوي يا أخ ساعدني مشان الله بده يهدوني بيتي اليوم والله يا حبيبي أنا ما بيطلع بيدي شي الشغلة كلها بإيد القاضي والقاضي طار مبارح طيب وو الحل بسيطة ولا يهمك أنا بلاقي لك حل شو هو دخي لك بتروح اللق فورا دغري على الحارك لعند رئيس البلدية وبتبتوا الطلب تظلوا شو بدي يكتب فيه ما عليك أنا بيتب لك يا الله يزيك الخير يا سيدي بس هالي لصة بتكلفك 150 ليرة ها ما عدا حق الطابق مو مشكلة يا حبيبي مو مشكلة رومة شو شو وين 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 طاحش بدي جوف رئيس البلدية يدروني كتير الله يخليك داي شو هاي تذكرتك انت مبارح اللي فت لعنده بدون ما تأخذ إذني الله وكيلك هي أول مرة بجي فيها لهون بقى خليلي يدخل لعنده والله يخليك بس نعجل كتير يعني مو انت اللي دخلت لك يا أخي والله مو أنا مو أنا بقى خليلي فوت لعنده إذا ما تريد وشو بديك منو بدي أدمنه هالكتاب بدون يهدو لك بيتك اي والله يا أستاذ بدون يهدوه وليش بدون يهدوه أخي القصة طويلة صارت 9 ساعة 12 ونص تخلصني خليلي إياك خليني فوت لعنده يا أخي تكرم عينا لو كان هون كنت دخلتك لعنده فورا ليش وينو مسافر وين مسافر على أستراليا مبارح سافر بالليل بدون يلقي محاضرة بمؤتمر تخطيط المدن طيبول عمل هلأ ورشة الهدم قاعدة قدام بيتي ولا يهمك يا سيدي أنا تعطفت معك ورح أخذ مك لوجه الله لا جزاء ولا شكورة يا سيدي بكون ممنونك طول الأمر بتروح فورا عمدرية الهدم والترحيل وبتقدم طلب تضرع وتوسل للمدير إذا اقتنع فمن حقه يوقف لك الهدم فورا شكرا حبيبي شكرا يكتل خيرك وين هو الولد أخي؟ شو وسطه لهل لا ما رجل اطوّل بالك إلا ما يرجع لسه في وقت اي أنو وقت هال اصال الساعة واحدة اللي ربع بلمشر ما حداية إخلاقنا يا أخي والله معك حق بس لسه ما صارت تنتير نوس حاضر سوينا ركوة قهوة تعطع حلقنا اي بأمرك سادة مرحبا يا أخ أهلين الله أعطيك العافية الله أعافيك بدي قاب الرئيس الدائرة لو سمحت موهن موهن اليوم طار نعم نقلوا المواصفة يعني شو نقلوا ما نقلوا معلمي ما بينتقل من بسمر بمحلو طار يعني سافر بالطيارة لوين على أدرة بيجان بدي يحضر ندوية علمية بعنوان الهدم بالانتجار دون غبار طيب مين بنوه بمحلو ما أبعرف على حد علمي ما حدا طيب شو بدي ساوي بحالي أنا لا لا ليس شو مشكلتها؟ بدون يهدموا لي بيتي ورشد الهدم واقفي على الباب الله يساعدة بتصدق زعلتني ومشكلتك عويصة رحت لعن رئيس البلدية شي ايه رحت وما نقيتم بق شو بدي ساوي ما عد عندي وقت من نوم الله يخليه بيالحارة ما لك إلا تروح لعندي مختار الحارة مختار الحارة؟ ايه ايه لأنه القانون بي إلا يا حق لمختار الحي أن يوقت مبدئيا هدم أي مسكن يقع في حدود مخترته لمدة 24 ساعة رئيس ما تتلم معالجة الأمر بقى نخدم بالراسة بما يوقع الفاس بالراس كتر الله خيرك السلام عليكم السلام عليكم شكرا جزيلا يا أخي الله خيرا حافظ الله خيرا حافظ الله خيرا حافظ يوم موسيقى 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 خيرا حافظ موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة